موسيقى تحلق الأخبار في مدارات نقرأ واقعها ونتعمق في تفاصيلها ونستشرف ما قد تفضي إليه من أحداثا وتطورات وفي حلقة اليوم نتابع ترقب لقرار تجديد مهمة اليونفل فما هي إيجابيات وسلبيات الحفاظ على أكبر انتشار لقوات حفظ السلام في العالم؟ أزمات إسرائيل حروب خارجية ومواجهات داخلية فهل هي وصفة الدمار لدولة الاحتلال؟ في ظل التصعيد الحالي في المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تتوجه الأنظار إلى نيويورك حيث تعقد جلسة مجلس الأمن الدولي خلال أيام للتصويت على قرار تجديد مهم قوات حفظ السلام الأممية المؤقتة على حدود لبنان والمعروفة باليونفل هذا وسط تساؤلات حول أهميتها وهل لا تزال هناك حاجة لوجود تلك القوات؟ أم أن الزمن تجاوزها؟ في الأصل تم إنشاء قوات اليونفل من قبل قرار من مجلس الأمن في مارس عام 1978 لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها لأنه تم تعديل تفويد القوات مرتين بسبب تطورات على الحدود اللبنانية وذلك في عامي 1982 وعام 2000 وفي أعقاب حرب 2006 عزز مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قرر إعطاءها صلاحيات جديدة ومهام أخرى بالإضافة إلى ولايتها الأصلية وفقا لقرار مجلس الأمن تقوم اليونفل بمراقبة وقف الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية فضلا عن مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في مختلف أنحاء جنوب لبنان يبلغ قوام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عشرة ألاف وخمسمائة شخص ما بين عسكريين ومدنيين من بينهم 9500 جندي وضابط يتوزعون على طول الحدود الجنوبية اللبنانية ونحو ألف موظف مدني وفي ظل هذه المعطيات نتساءل ما هي إيجابية وسلبية الحفاظ على أكبر انتشار لقوات حفظ السلام في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف يمكن الحديث عن دور قوات اليونيفيل في هذه الفترة التي تشهد تطورات متسارعة واشتباكات متصاعدة؟ مساء الخير قوات حفظ السلام مهمة جدا في جنوب لبنان كما ذكرتم لدينا عشرة آلاف من القوات المنتشرة حاليا والمسؤولة عن القيام بالكثير من العمليات والمهام طبقا لمجلس قرار مجلس الأمن الذي ينص على نشر هذه القوات الخاصة بحفظ السلام والذين يعملون في إطار ظروف مختلفة في جنوب لبنان وإننا رأينا الكثير من التصعيدات التي تمت على مدار الأيام الماضية ولكن وجدنا أيضا انخفاض في اعتقال هذه القوات لبعض العناصر ولم نرى أي عمليات عسكرية تحدث على مدار الأيام الماضية ولكن هذه القوات لا تزال تراقب الموقف وتعاون القوات المسلحة اللبنانية حتى الآن وإنها تستمر في إجراء هذه العمليات هناك من يقلل سيدة كاندس من أهمية دور قوات اليونيفيل في هذه الفترة نظرا لأنه كما قلنا الاشتباكات متصاعدة لا حدود لهذا الصراع وممكن للأوضاع أن تنفجر إلى حرب شاملة في أي لحظة وبالتالي ما أهمية تواجد قوات اليونيفيل على الحدود هذا هو الخوف الذي لدى الناس أرى أن قوات حفظ السلام موجودة هنا منذ عام 1978 من أجل تنفيذ السلطات التي منحها لها مجلس الأمن لقد استمرت هذه القوات على مدار 18 عاما تحفظ السلام على الحدود وتضمن انتشار الأمن والسلام في جنوب لبنان إننا نرى الآن للأسف تعطيل لمهام هذه القوات لسيما بعد تصعيد الموقف في جنوب لبنان وتراشق وتبادل الإطلاق النار في هذه المنطقة ولكنني أرى أن هذه القوات لديها أهمية كبيرة فيما يتعلق بما يحدث الآن منذ عام أكتوبر إننا لا نزال نلتزم بالحفاظ على الأمن والسلام في هذه المنطقة ما هي العقبات التي تواجهكم؟ العقبات الأساسية هي الصراع الدائم المستمر وتبادل التراشق وإطلاق النار منذ أكتوبر الماضي هذه أحد المخاوف التي نواجهها حاليا وهي مخاوف الأشخاص الذين يعيشون أيضا في هذه المنطقة هناك مئات الألاف الذين نزحوا من بيوتهم بسبب هذا الصراع في جنوب لبنان وهذه هي أحد المخاوف الكبيرة التي نواجهها حاليا ونحن نسعى للعمل والاستئناف العمل من أجل قلب الأمن والسلام ولإعادة هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم في القريب العاقل ما الذي تحتاجونه سيدة كانديس؟ هل أنتم وحدكم قادرون على تنفيذ أو تحقيق ما تفضلت به؟ أم أنه لا بد أن يكون هناك مساعدات أيضا خارجية ودعم لكم؟ قوات حفظ السلام نحن دائما لا نعمل بمفردنا دائما نحن بحاجة إلى مشاركة الأمم إننا بحاجة إلى دعم دائم ولكننا نقوم بتنفيذ السلطات والمهام التي خولنا بها مجلس الأمن للأمم المتحدة ونحن دائما ملتزمون بتنفيذ السلام والأمن في المنطقة نحن ندعم إسرائيل وندعم لبنان على الحدود اللبنانية كما أننا نعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي وهناك الكثير من الدول التي تساهم معنا في تبادل المعلومات وبالطبع جميع الدول لها دور كبير في تبادل المعلومات التي تمكننا من إجراء المهام الخاصة بنا في هذه المنطقة أيضا المجتمع الدولي يشعر ببعض المخاوف لما يحدث الآن على أرض الواقع من تبادل إطلاق النار ومن حروب دامية وأنتم لا تشعرون بالخوف أيضا سيدة كانديس بسبب الأنشطة العسكرية الإسرائيلية على قواتكم التي تعمل على الأرض يعني التجربة أثبتت بأنه يتم استهداف حتى التواقم الأممية في غزة في لبنان في أي مكان من قبل الأنشطة الإسرائيلية بالطبع نشعر بالتخوف لهذا الاستهداف لأن هناك تبادل لإطلاق النار على بعض الحدود ونحن بالطبع في خط المواجهة لتبادل إطلاق النار لقد قمنا بالتعبير عن هذه المخاوف للقوات اللبنانية وكذلك للقوات الإسرائيلية نحن لسنا فقط نحفظ الأمن والسلام ولكن في النهاية نحن مدنيين أيضا نسعى إلى السلام ونسعى إلى الحفاظ على أنفسنا ولكن إن لم تستطع قوات حفظ الأمن أن تكون آمنة لن يمكنها إجراء عمليات حفظ الأمن والسلام من أجل الآخرين في بعض الأحيانة تعرض لبعض الإصابات ولكن لم يحدث لنا أي إصابات خطيرة حتى الآن من بيروت كاندس أرض النائبة المتحدث باسم قوات علي ونفايل في لبنان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نستكمل نقاشنا حول قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والمعروفة باسم يونيفل وأهميتها في ضوء تصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله ينظم إلينا من بيروت العميد حسن جوني نائب رئيس عمليات القوات المسلحة اللبنانية السابقا ومن واشنطن لورانس كورب مساعد وزير الدفاع سابقا أهلا بكم على شاشة الغد أبدأ معك سيادة العميد حسن ما أهمية وجود قوات اليونيفل في هذا التوقيت في هذه الظروف والمعطيات برأيك؟ طبعا لقوات اليونيفل أهمية كبرى في انتشارها وفقا للقرار 1701 في لبنان ولكن في هذه اللحظات الآن أعتقد أن دورها معطلا أكثر من ذلك القرار 1701 ومن درجاته أصلا مجمدة ومعطلة في سياق هذه الحرب وهذا الاشتباك الناري القائم في جنوب لبنان فإذا لقوات اليونيفل بالأساس دور أساسي وكبير ومهم وسيكون دورها أكبر أيضا ربما في المرحلة اللاحقة عند انتهاء هذه الحرب القائمة حاليا لأنه برأيي أنا سيتم الارتكاز بشكل أساسي في ترتيبات نهاية هذه الحرب على القرار 1701 مجددا إنما ربما يتم إدخال بعض التعديلات عليه أو لا يتم إدخال التعديلات هذا كله يتعلق بمجريات الميدان ونتائجه ولكن طبعا سيكون هناك دور أساسي لقوات اليونيفل لاحقا سيد لورنس ما هي العواقب المحتملة على لبنان وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام إذا قرر مجلس الأمن عدم تجديد ولاية اليونيفل سؤال لك سيد لورنس إذا ما قرر مجلس الأمن عدم تجديد ولاية اليونيفل لعام إضافي آخر ما هي العواقب المحتملة؟ أعتقد أن العواقب هنا أن إذا استمرت هذه الحرب قد يكون هناك حربا في المنطقة بأكملها إن الآن إسرائيل ولبنان وكذلك حسب الله يتبادلون الهجمات ولكنهم لا يقومون بأي شيء مفيد ولم يتوصلون إلى اتفاق مفيد حتى الآن السؤال هنا يتعلق بمقتل قائد حماس في إيران إسرائيل بعد ذلك قامت بالرد على ذلك وقتلت آلاف الأشخاص أنهم فعلوا ما أرادوا فعلوا ولكن سؤالي اليونيفل اليوم هل لها دور خلال تواجدها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ نعم أرى أن قوات اليونيفل لها دور كبير إن الولايات المتحدة لم تدعم الأمم المتحدة في البداية ولكن الآن الولايات المتحدة تدعم الأمم المتحدة لأنه قد تم وضع سياسات تستهدف نهاية هذا الصراع الإسرائيلي نحن بحاجة إلى هدنة وإلى وقف إطلاق النار وإلى تبادل الأسرة وكذلك نحن بحاجة إلى إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية سيادة العميد عدم تجديد الصلاحية لليونيفل برأيك هل سيؤثر على الأوضاع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أو بين قوسين بأن نوتنياهو غير آبه لا بقوات يونيفل ولا بقوات أممية ولا بقانون دولي أصلا لا مسألة التجديد لليونيفل أعتقد أنه بات أمرا محسوما وهذا أمر طبيعي لأن مسألة التجديد مرتبطة بسريان ونفاذ القرار 1701 من ناحية قانونية وفقا للقانون الدولي أتكلم وليس وفقا لمجريات الميدان الآن القرار 1701 لا يزال هذا القرار صادرا عن أعلى سلطة دولية مجلس الأمن الدولي ولم يتم تعديله أو إلغاؤه وبالتالي تلقائيا سيتم التمديد لليونيفل لأن هذه القوات هي التي مكلفة بتنفيذ مندرجات هذا القرار وإن يكون هذا الأمر إلى حد ما معطلا أو متعزرا الآن في ظل هذه السخونة القائمة ولكن الوضع القانوني لليونيفل والتكليف الدولي لليونيفل هو القرار 1701 الذي كما ذكرت لكي هو قرار دولي ولا يزال نافذ وإن يكون معطلا الآن أو مجمدا ولكن يعول على هذا القرار وأذكر هنا وأؤكد أن الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية تؤكد في كل مناسبة الآن في زمن الحرب أنها جاهزة للالتزام وإعادة تطبيق القرار 1701 فيما لو كان طبعا سيتم تطبيقه من الطرفين يعني من إسرائيل ولبنان وبالتالي الدولة اللبنانية لا تزال متمسكة بالقرار 1701 وهو سيكون الركيزة الأساسية لأي ترتيبات مقبلة لاحقا بعد انتهاء هذه العمليات لذلك دور اليونيفر لتنفيذ مدرجات هذا القرار هو دور ضروري ومكمل للقرار السياسي وهو ضروري اليوم في هذا الصراع سادس العميد هل ضروري أن تكون هذه القوات اليوم موجودة؟ لا ولمصلحة من؟ يعني الآن القوات القوات الآن وجود القوات الآن في هذا الصراع لا يعني شيئا طبعا أثناء الاشتباك وأثناء الحرب والقتال هذه القوات تقوم بدور يعني خليني أقولك بدور تشكل قناة اتصال فريدة بين الدولة اللبنانية ودولة إسرائيل طبعا اتصال غير مباشر هذا الاتصال يساهم بشكل أو بآخر بتوضيح أي سوء فهم ممكن يعني هذا دور خجول طبعا الآن في لحظات الحرب أقول ولكن نحن يعني نقارب الموقف في سياقه كله يعني ما قبل الحرب وأثناء الحرب وما بعد الحرب الأهم ما بعد الحرب الآن القرار 1701 هذا القرار لا يزال نافزا وسيعول عليه في في أي ترتيبات مقبلة بعد انتهاء هذه الحرب وبالتالي سيكون لهذه القوات دورا أساسيا في تطبيق هذا القرار الذي سيبقى نافزا أو إن أصابه بعد التعديلات أو التحولات أو التطوير سيد لورنس برأيك كيف تقيم دور اليونفل خلال الفترة الماضية والتوترات التي حصلت هل كان لها دور مؤثر في تهدئة الأوضاع أو تخفير حدة التوترات أعتقد أن الصراع الحالي ناتج عن إيران التي تدعم حزب الله والصراع أيضا يتعلق بمقتل القائد الإيراني لحماس ولكن ما يحدث الآن هو أن هناك الكثير من أعداد القتلى والقرحة والمصابين الذي يجب أن يتوقف ويجب على هذه القوات أن تراقب هذه الأعداد وعلى الأمم المتحدة أيضا أن يكون لها موقف سادة العميد في إحدى الصحف اللبنانية كان حديث أن هناك عملية تطقيق أمنية تجري لأنه فيه اجتباه بأنه ربما حول استفادة إسرائيل من قوات اليونيفل باستهداف قادة ميدانيين في حزب الله ما صحة مثل هذه التصريحات أو المعلومات حصلت حصلت في الفترة السابقة ما قبل هالحرب القائمة حصلت حالات اجتباه ببعض عناصر اليونيفل من قبل الأهالي أو من قبل السكان في جنوب لبنان كان يحصل بعض التباس خاصة عندما يعني احدى الدوريات مثلا دوريات اليونيفل تأخذ مسارا مختلفا عن مسارها المحدد لها أو تدخل في أماكن معينة غير غير مدرجة في خطة الدوريات أو أماكن جديدة مثلا يحصل اجتباه في دورها ومهماتها يعني يحق للأهالي أن يشكوا في هذه الحالة من تصرفات يعني يستغربوا بعض التصرفات لبعض العناصر وليس طبعا للمسؤولين أو للقيادات في اليونيفل إنما لبعض العناصر ولكن لم يعني لم تحصل أي حالة مثبتة تثبت أن هناك يعني طواطؤا من قبل اليونيفل أو من قبل عناصرها أو تعاملا مع مع إسرائيل أو مع ما يؤدي إلى استهداف أو غيره يعني لا أستطيع أن أحكم بأمر غير مثبت إنما بقيت الأمر في إطار الشبهات يعني ولكن أريد أن أضيف نقطة بما يتعلق بالسؤال السابق للاحية دور اليونيفل الآن في لحظة الاشتباك في لحظة الاشتباك يعني أعتقد أن وجود هذه القوات الدولية وهذه العناصر التي تنتمي إلى عدد كبير من الدول وخاصة الدول الكبرى يعني أعتقد أن ذلك سيبقى محفزا دائما لهذه الدول للعمل على يعني تدارك الوضع الميداني وتجنب الصراع الكبير والانفجار الكبير يعني وجود هذه العناصر يبقى لها دورا إيجابيا في لحظة الاشتباك هذه من خلال تحفيز دولهم الدول التي ينتمون لها في العمل والاجتهاد من أجل على الأقل تطويق الاشتباك في حدوده الدنيا والعمل الدبلوماسي المكثف لحل هذه المشكلات الحدودية أو الحرب يعني لوقف الصراع والمساهمة بإنتاج اتفاق أو تفاهم يعني هذا أيضا دور يسجل لهذه القوة الدولية الموجودة والتي ترمز إلى المجتمع الدولي وتجسد منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا النطاق الساخن جدا والمتوتر جدا يعني هذا دور إيجابي طبعا لهذه القوات شكرا جزيلا لك من بيروت العميد حسن جوني نائب رئيس العمليات القوات اللبنانية سابقا شكرا أيضا للورنس كورب مستعد وزير الدفاع سابقا من واشنطن شكرا لكم برنامج مدار الغد متواصل معكم وفيه بعد الفاصل أزمات إسرائيل حروب خارجية ومواجهات داخلية فهل هي وصفة الدمار لدولة الاحتلال؟ أهلا بكم جديد في مدار الغد تبدو إسرائيل وكأنها تتأرجح بين أزمات داخلية تهدد استقرارها وبين مواجهات خارجية تتسع رقعتها يوما بعد يوم فمن جبهة غزة الملتهبة إلى الحدود اللبنانية المتوترة ومن عمق البحر الأحمر الذي أصبح ميدانا جديدا للصراع إلى قلب الأراضي المحتلة حيث تساعدت التوترات في الضفة الغربية بفعل السياسات المتطرفة هذا كله يجتمع مع أزمة دستورية متفاقمة حول صلاحيات المحكمة العليا ومعركة سياسية واجتماعية حول تجنيد الحريدين لتشكل خليطا متفجرا يضاف إليها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب والسياسات المالية الفاشلة وكأن إسرائيل قد أضحط أمام وصفة دمار تجمع بين طياتها مكونات انهيار كافة فهل ستتمكن دولة الاحتلال من الصمود أمام هذه العواصف المتلاحقة؟ أم أن هذه الأزمات المتراكمة ستقودها نحو هاوية لا مفرّة منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفتح هذا النقاش مع ضيفينا من الناصرة وضيع عوودة البحث الشؤون الإسرائيلية ومن القاهرة محمد دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية مساء الخير لكم وأهلاً بكم على الشاشة الغد أبدأ معك سيد ودي المؤرخ اليهودي إيلان بابي قال في إحدى مقالاته بعد 7 أكتوبر قال بأنه وكأننا نشهد بداية تاريخية اليوم لبداية سقوط الصهيونية ووضح هذا الشيء بأعطى عوامل كثيرة من ضمن فكرة أنه ربما إسرائيل مقبلة على حرب أهلية مزمنة لأن العوامل أو المؤشرات بدأت عملية تفكك بسيطة داخل هذا المجتمع ستكتسب زخماً بعد قليل ومن ثم تتحول إلى حرب أهلية هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم مساء الخير تحياتي لك وأستاذ محمد ولكل المشاهدين نعم هناك حالة انقسام في إسرائيل سبقت الحرب في السابع من أكتوبر وكانت العام يعني سنة عشرين ثلاثة وعشرين فتشاهدت الكثير من استجالات الساخنة في إسرائيل هذا الانفجار كان حول موضوع ما يعرف بالانقلاب القضائي كان الحزب الحاكم هذا الاتلاف الحاكم برئاسة الليكود ونتنياهو قد حاولوا تغيير الـ DNA السياسي في إسرائيل بحيث يتم تقليص المساحات الليبرالية وتقليص صلاحيات المحكمة العليا وما إلى ذلك ولكن ينبغي النظر إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلك هناك خلافات واختلافات بالأصل اختلافات في إسرائيل بين غربيين وشرقيين بين علمانيين ومتدينين بين مستوطنين يبحثون عن حسم السراء مع الفلسطينيين بالحديد والنار وبين من يبحث عن تسوية معهم ولكن هذه الاختلافات سيد وديع هل هي بالضرورة أن تكون حالة سلبية حالة شاذة أم أنه ممكن تكون حالة صحية وجود اختلافات، انتماءات مختلفة، أعراق مختلفة أيضا؟ نعم، للوهنة الأولى يبدو التريث في الحكم على هذه الاختلافات والخلافات التي تبعتها هل هي صحية؟ هل هذا جزء من النظام الديمقراطي؟ أم أن العكس والصحيح؟ أنا أعتقد وأنا أتحدث إليك الآن ببرود يعني بعيداً عن المبالغة وعن الخطاب الشعبوي وعن التوجهات الرومانسية التي نشهدها أحياناً في المنتديات العربية وكأن إسرائيل كانت تميل إلى السقوط في الهاوية قبل هذه الحرب والآن أيضاً نتيجة خلافات داخلية ولكن مع ذلك وبعد هذه الإشارة، بعد هذا التنبيه أنا أقول أن إسرائيل شهدت في العام الماضي انقسامات كبيرة حادة غير صحية وتنطئ على كثير من المخاطر ولكن هذه مسيرة بروسيس بدأت كما كنا قبل سنوات تعمقت خطاب التشضي، خطاب الكراهية، خطاب التمزيق وتغليب المصالح الفئوية والشخصية والحزبية والفصائلية على مصالح إسرائيل العليا، هذا أمر جديد لم يكن موجود وهو نتيجة أمرين بهذه العجالة أقولهما باختصار شديد الأول أن بوتقة الصهر، استراتيجية إسرائيل في تذويب هذه الاختلافات الجوهرية بين الأعراق والخلفيات المختلفة، الثقافات المختلفة من خلال الجيش الذي اعتمد كبوتقة صهر لم تتمكن من صهر وتذويب كل هذه الاختلافات خاصة وأن هناك عملية اختلال النخب القديمة اليهود الغربيين الإشكناس باتوا أكلية وبدأت تفقد هذه النخب التقليدية مكانتها ومراكز نفوذها إلى صالح نخب جديدة مختلفة بالرؤى وخاصة فيما يتعلق بالناحية السياسية ولكن ليس فقط، أيضا من ناحية الاجتماعية أنا أعتقد أن ضعف العدو العربي الخارجي أيضا دفع إلى تأجيج هذه الخلافات بعد الربيع العربي وانهيار شيوش دول عربية مهمة في المحيط الذي يحيط بإسرائيل ثم جاءت عملية التطبيع قبل سنوات هذا كله أيضا ترك مفاعله نعم الانكسامات في إسرائيل كانت حادة إلى درجة يمكن أن أقول أن من خطط للسابع من أكتوبر ربما لم يأخذ ذلك بالحسبان أو أخذها بشكل مخالف بمعنى أنه راهنة على أن هذا الانكسام سيتيح لحماس أن توجه ضربة قاضية لإسرائيل أنا أعتقد أن النار في إسرائيل كانت ربما تتسع أكثر وتكون أكثر خطورة لو بقيت بدون هذه الحرب وبدون دخول إسرائيل في حالة توتر شديد منذ السابع من أكتوبر دكتور محمد فندنا مع أستاذ وديع بعض العوامل وطلعنا على حال المجتمع اليهودي أيضا في داخل إسرائيل الانقسامات سياسية وانقسامات مجتمعية أيضا لا تجد أرضية مشتركة ورغم ذلك في الاستطلاع مثلا الإسبوعي لمعاريف في أكثر من الاستطلاع قبل ذلك اللي كود تعود شعبيته وتتراجع شعبية أحزاب أخرى مثل حزب جانس لماذا برأيك؟ بداية تحياتي لك يارا وتحياتي لأستاذ وديع عوودة سعيد بوجودي معكم بالنسبة لطبعا فتاني جزء في البداية لكن بالنسبة لإستعادة بن يمين نتنياهو لشعبيته في الاستطلاعات الأخيرة في الواقع إسرائيل تعاني من أزمة قيادة بالغة الصعوبة منذ سنوات وليس منذ السابع من أكتوبر وفي الواقع أن بن يمين نتنياهو يعلم ذلك جيدا ويحيط نفسه بمجموعة من الأصفار داخل حزب اللي كود بحيث لا يجد بديلا يخلفه على رئاسة هذا الحزب وعلى مستوى المعارضة السياسية في إسرائيل بدءا بني جانس مرورا بلبيد وليبرمن وآخرون كلهم معارضة منقسمة على نفسها ليس لديها خطط بديلة لاستبدال بن يمين نتنياهو يجمعهم القارهية لبن يمين نتنياهو كل الأسباب سياسية أو شخصية لكنهم لا يستطيعون التوحد لإيجاد بديل لبن يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو في مواجهة الجميع والجميع في مواجهة بن يمين نتنياهو لكن بن يمين نتنياهو لاعب سياسي زكي يستطيع الاستفادة من الانقسامات الداخلية في الساحة السياسية ويعيد تعوين نفسه مرة أخرى بمزيد من التشدد في المفاوضات وبمزيد من التشدد والرغبة الحاسمة في استخدار الأرض تشدده بالمفاوضات هو الذي كان من أسباب عودة الكون أكمل الفكرة ومع اغتيال هنية واغتيال فؤاد شكرا تلك العمليات التي نسبها بنيمين يتنياه لنفسه استطاع إعادة طرح نفسه مرة أخرى في استطلاعات الرأي بقوة شديدة كنت أسألك إذا ما كان تشدده بالمفاوضات وعدم ذهابه إلى صفقة هي من أسباب عودة الليكود لأنه ما نشاهده في الشارع بأنه هناك مئاتنا المحتجين يطالبون بعقد صفقة ليس بالضرورة طبعا أن نتشدده في المفاوضات هو الذي يعود بنيمين نتنياه مهووس بالعظمة وبالتاريخ هو يحاول أن يجسد نفسه في شخصية شيرشل رئيس وزراء بريطانيا حتى أنه استعاد مقولته في الكونجرس عندما خاطب أعضاء الكونجرس وقال نفس مقولة شيرشل بعد الحرب العالمية الثانية أعطونا السلاح والأدوات ونحن سوف نتكفل بالباقي بنيمين نتنياه يريد كما بدأت شيرشل الحرب العالمية الثانية مهزوما وانتهى بها منتصرا يريد أن يسجل نفسه في التاريخ باعتباره بدأ حرب السبع من أكتوبر مهزوما فاشلا مقصرا وانتهى به الأمر إلى انتصار حاسم كما يدعي أو الانتصار المطلق وهو شعر أجوف بالضرورة لكنه يوفر له مدة زمنية للبقاء على رأس أو على كرسي الحكم لذلك أعتقد أن بنيمين نتنياه هو جزء من الأزمة الداخلية والسياق الخارجية لإسرائيل وهو جزء لا يتجزأ من هذه الأزمة ربما خروجه من المشهد السياسي يوفر لدى الساحة السياسية فرص لطرح شخصيات جديدة تعيد إسرائيل إلى وضع ديمقراطي وتخفف من حدة الأزمات السياسية والقضائية والاجتماعية في إسرائيل مرة أخرى أعود إلى الناصرة أستاذ وديع تحدثنا عن الانقسامات المجتمعية والانقسامات السياسية هذه الانقسامات ما هو سقطها؟ هل يمكن أن تصل إلى حد أن تهدد فكرة وجود أساسا إسرائيل أم ما زال مبكرا الحديث عن هذه النقطة؟ أنا لا أعتقد أن لا أستخف بهذه الخلافات والاختلافات الإسرائيلية لأنها عميقة وحقيقية ومتشعبة كما كنا غربيين وشرقيين مع كل الاختلافات الاجتماعية والثقافية وكذلك هناك متدينين وعلمانين وهذا أيضا نقاش ساخن ويمكن أن نستدل عليه من خلال النظر إلى الخلافات التي تحدث بين متدينين وعلمانين في المجتمعات العربية هذا خلاف كبير وعمير بالإضافة طبعا لخلافات أخرى وكان رئيس إسرائيل السابق روبين ريفلين قد أحسن تشخيص هذه الحالة وأشار إلى خطورتها بكثير من التصريحات كان آخرها وأخطرها وأبرزها في خطاب عام 2015 بما يعرف بخطاب الأصباط خلال مؤتمر المناعة الكومية مؤتمر هيرتسلية للأمن القومي في إسرائيل حينما قال أن هذه الاختلافات بين الأصباط الأربع المختلفة في إسرائيل تشكل خطرا عليها أكثر من كمبلة إيران وهو كان يقصد بذلك وبحق أن هذا سيؤدي إلى تبديد التكافل التعاضض الاجتماعي استمرار حالة النزيف الداخلي استمرار السرامع الفلسطينيين طبعا هو جزء لا يتجزأ من هذه الخلافات وهذه الاختلافات وبالتالي هو يقول وبحق أيضا أن استمرار رهان إسرائيل على السيف والبندقية في هذا الصراع مع العرب مع الفلسطينيين تحديدا سيدفع الجيل الجديد الثالث والرابع في إسرائيل إلى البحث عن مخارج خاصة أن العالم تحول إلى كرية صغيرة وليس بالإمكان أن تبقى إسرائيل على ما كانت عليه في زمن الجيل المؤسس لأنه ببساطة هناك حدودا للكوة ولذلك نعم هناك تخيلي من أجل أن نستفهم فعلا حقيقة وعمق هذا الاختلاف وهذا الخلاف الحرب التي دمرت غزة وألحقت بها نكبة شديدة ولكنها ألحقت أيضا ضمارا في إسرائيل بمستويات مختلفة هذا المأزق الكبير لإسرائيل لم يطفئ نار الخلافات داخل إسرائيل ونحن نسمع في الأيام الأخيرة تصعيد جديد غير مسبوك منذ السابع من أكتوبر حول موضوع صلاحيات المحكم العليا وحول ما هي النظام السياسي القائم في إسرائيل لذلك أقول أن هذه الاختلافات في إسرائيل نعم هي بالمنظور القريب تبدو عادية ولا يوجد خطر فوري على إسرائيل ولكن بالمنظور المتوسط والبعيد هذا خطر استراتيجي يهدد إسرائيل وهنا نسأل إذا ما كانت إسرائيل على أعتاب أزمة دستورية جديدة سأعود إليك للإجابة ولكن سأذهب إلى دكتور محمد دكتور محمد فكرة اعتماد إسرائيل اعتماد المتزايد والدائم على المساعدات المالية الأمريكية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليوم خصوصا إذا ما واصلت إسرائيل عزمة على فتح جبهة الشمال بشكل أكبر ومواصلة حربة في غزة تكثيف نشاطة العسكري ضد حزب الله كل هذا ألا يهدد وجود إسرائيل شوفي حدة الأزمات في إسرائيل أمر معلوم زوال إسرائيل وتفككها أمر مجهول بمعنى العالم العربي في حالة من الانتظار والتفكير بالتمني لفكرة زوال إسرائيل وانتهاءها وأنا أعتقد أن الأزمات في إسرائيل أزمات حدة بالفعل لكن انتهاء إسرائيل وزوالها بعوامل تفكك داخلية مسألة تأخذ وقتا طويلا وحسب حدة هذه الصراعات الصراعات الأساسية في إسرائيل كما أوضح الأستاذ وديع تتقاسم إلى يهود شرقيين ويهود غربيين علمانيين ومتدينين وكل هذه الصراعات لكن في الواقع الإسرائيل كانت تعتمد على فكرتين أساسيتين لتوحيد الجهود داخل المجتمع فكرة بوطقة الصهر داخل الجيش الإسرائيلي الكل يعمل داخل مؤسسة الجيش الإسرائيلي تحت مظلة واحدة وهذه الفكرة الآن أصبحت ضعيفة بعض الشيء نظرا لتراضع مكانة الجيش الإسرائيلي بعد عدة تقسيرات وهزائم وما إلى ذلك الفكرة الثانية خلق عدو خارجي عدوها مصر مرة لبنان مرة إيران مرة وهذه الفكرة أيضا لم تعد بعد السبع من أكتوبر تحقق المرجو منها لأن بعد السبع من أكتوبر مباشرة كنا نسمع حتى في الإعلام الإسرائيلي تعبير بالعبري بياخد ننتسيخ أو معا ننتصر دعوة إلى التوحد في مواجهة عدو خارجي أما الآن اليوم ونحن نتكلم حجم الخلافات طفح على السطح في المجتمع الإسرائيلي وأصبح وكأننا في يوم السادس من أكتوبر ياريف ليفين عضو الحكومة ووزير العد يطرح قضية تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا ويحاول تسييس منصة القضاء للبحث عن رئيس المحكمة العليا يكون ينتمي للطيارات اليمينية أو على الأقل متعاطف معها بحثا عن تأمين مستقبل هذه الحكومة في حالة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لذلك أعتقد أن محاولة اليمين لوصم الدولة بالصبغة اليمينية ومحاولة القوى الوسط وقوى اليسار للوقوف في مواجهة هذا التوجه اليميني الذي يحاول أن يسيطر على مفاصل الدولة قد يكون من الأسباب المهمة لزيادة حدة الاستقطاب والانقسام في المجتمع الإسرائيلي أما بالنسبة للجانب الاقتصادي فالدعم الأمريكي غير مشروط وغير محدود وحتى مع فشل سموتريتش في إدارة الملف الاقتصادي وهذا عامل آخر اليوم سياسات سموتريتش اليوم كمان عامل آخر مؤثر سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي أعتقد أن المشكلة الأساسية في سياسات سموتريتش هي توجيه ميزانيات ضخمة لتكسيف الاستطان في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة وفي نفس الوقت تكفيف الأموال التي تصل للسلطة الفلسطينية ومستحقات السلطة الفلسطينية من أجل تدمير هذه السلطة الفلسطينية ومنع إقامة هيكل إداري وسلطوي فلسطيني يدعم حقوق الشعب الفلسطيني هذه هي مقطة الخطر الأساسية في سياسات سموتريتش نعم أستاذ وديع كنا نتحدث عن فكرة أنه إذا ما كانت إسرائيل على أعتاب أزمة دستورية جديدة بسبب الجدال بوزارة العدل والمحكمة العليا ما رأيك؟ نعم بتأكيد إسرائيل أجلت هذا النقاش هذا السجال بسبب الحرب وحينما بدأت الحرب تطول وعلى ما يبدو أن هذا السجال وهذا النقاش حول النظام السياسي والنظام الدستوري الأزمة الدستورية عميقة ولها جثور وبالتالي لم تكن الحرب رغم خطورتها كافية لإطفاء نار هذا السجال ولذلك هي عادة وتعود خاصة أن هناك أمور معلقة وتحتاج إلى حسن كما تفضل الأستاذ محمد رئاسة محكمة العدل العليا حتى الآن بدون رئيس وهناك استحقاقات ولا بد من تعيين ولذلك حينما عادوا للبحث عن مخارج استضبوا مرة أخرى بهذا الحائط من جديد الاختلافات كبيرة ببساطة وربما للمشاهد العربي حتى نكسر في هذه العجالة ونختصر ونسهل ويعني نجعل الأمر ميسور الهضم التيار الحاكم في إسرائيل يريد تحويل إسرائيل إلى دولة أكثر دينية الطابع وأكل ليبرالية أكل تعامل ديمقراطي مع الأقليات مع النساء مع العرب مع كل ما هو مختلف عن المينستريم للإسرائيل الصهيوني للتيار المركزي والنخب الكديمة في إسرائيل خاصة المجموعات اليهودية الغربية ترى بذلك تحويل للدينين لإسرائيل هذه دولة مختلفة وهناك من يذهب إلى حد تشبيهها بإيران دولة الشريعة اليهودية وكما كنا نتيجة مؤثرات وعوامل داخلية وخارجية واقتصادية وقدرة الإسرائيل على أن يرحل إلى برلين وأن يتدبر أمره هناك بأوضاع اقتصادية أكل ضيق مع أجواء أكثر ليبرالية مع برودة الولاء والعصبية للصهيونية مكرمة معجيل المؤسسين هذا يدفع إلى هجرة سلبية وهذا ملحوظ في إسرائيل الصراع على هوية الدولة في إسرائيل صراع حقيقي كبير وعميق هل يمكن أن نأخذ من دمن هذه العوامل عزلة إسرائيل المتزايدة الدولية منذ أن بدأت هذه الإبادة الجماعية؟ هل كان لها دور؟ طبعاً كان لها دور كبير بكاء إسرائيل أو تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة على الأكل بالنسبة للشعوب في العالم وعلى وجهة الخصوص للمجتمعات الغربية أمر يؤدي إلى تأجيج النقاش سب الزيت على هذا النقاش المعسكر المعارض لهذا الاتلاف الحاكم يقول أن التوجهات الفاشية لدى وزراء في الحكومة هيمنة التيار الاستيطاني الغيبي يؤدي بنفور العالم عن هذه الدولة التي تبدو متطرفة فاشية الخلاف كان حتى التيار المعارض أراد أن يستوطن في الضفة الغربية أراد أن يسلب وينهب مقدرات الشعب الفلسطيني ولكن بطريقة مختلفة بطريقة أكثر ذكاء وليس من خلال التصريحات التي تدعو إلى حرق حوارة وإلى ضرب غزة بالنووي وإلى اعتداء المستوطنين يوميا على المدنيين الفلسطينيين يعني هناك حتى خلاف على موضوع الأدوات والوسائل ومقدار الفضاء في التعامل مع الفلسطينيين شكرا جزيلا لك من الناصرة ودي عواود البحث الشؤون الإسرائيلية من القاهرة دكتور محمد عبد أستاذ الدراسات الإسرائيلية شكرا لكم انتهت حلقة مدار الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة